كفتة الجنباري المشوية بتتعامل صوابة على الجريلة بالشكل ده كده وبتتعامل كبيبة وبتتعامل في صانية في الفرن وبتتعامل مقلية بص شكلها حلو ازاي الله يا سلام يلا نقول الحكاية حلوة نبتديها بلا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا في التعليقات يا جماعة ونحط لايك لو عجبنا الفيديو ونشاركه للغير يلا بنا نقول معانا ايه معانا نص كيلو جنباري وربع كيلو فليه او نص كيلو جنباري وربع كيلو سيبيا او روس السيبيا تمام كده اللي موجود عند حضراتكم اعملوه ولو ما فيش فليه عادي يبقى جنباري لوحده يبقى تمام بنعمه على البلانشة بسكينتين او بسكينة اهو بالشكل ده كده احنا مش هنفرمه في المفرمة المراضي هنعمله على الايه على البلانشة هنعمل في ليه والجنباري وهنحط ميكس خضرة مع بصل ناعم شوية دقيق والبهارات سهلة وموجودة ملح والتوم كمون كصبرة شطة طب عايزين تحطوا سنة قرفة ماشي سنة فلفل اصمر مفيش اي مشكلة ميكس الخضرة شبت وبقدونس وكصبرة المكونات دي جاهزة اهي قدام حضراتكم تمام بعد ما نعمل كفتة على البلانشة هنروح نضيفها بالشكل ده كده اهو انتهينا منها اهو بسرعة كده خلصناها هنجيب البصل والخضرة نحطهم مع الفليه والجنباري والنعم مع بعضه هنحط عصرة لمونة شوية خل وبعد كده هنحط البهارات اللي هي الملح زي ما قلنا والكمون والكصبرة سنة شطة شطة في الفلسفر ماشي قرفة اللي موجودة عند عضلاتكم ولو ما فيش هلاكمون وكصبرة وشطة زي الفل قوي وبعد كده هنقلبها بالسكنتين كده برضه اهو هتطلع معانا زي الفل هنبدأ نربطها بدي ايه الطريقة دي بتتعامل مشوية على الجريلة صوابع وبتتعامل مقلية برضه بتطلع زي الفل وبتتعامل كبيبة على الايه على الجريلة تعالوا مع بعض كده نعملها صوابع وكبيبة ونشوفها تطلع شكلها عامل ازاي حبايب قلبي ومتابعينا كانوا طلبين مني طريقة كفتة الجنباري قدام حضراتكم اهيه صوابع على الجريلة هتاخد لون حمروها بقى على طريقتكم هي ما بتاخدش سوا كتير المهم اللون بتاعها يطلع احمر ما يطلعش فيها جنب ابيض تخلي الاطفال كده الله جميلة راحتها ما اقول لكمش طيب عايزين نعملها على الفحم يا شفر ده عارفين الخلة اه هنجيب الخلة الخشب الكبيرة ونبدأ نحطها مع الايه مع الكفتة على شكل سيخ كده زي ما يكون بنسياخة او ايه او برضو السياخ الكفتة بتاعة اللحمة ده تمشي وده تمشي وعلى الفحمة وتشتغل تطلع حلوة اوي اهو بعد ما تستوي حتطلع هنروح نعملها بقى كبيبة او ايه كبيبة بضم الكاف ده تمشي وده ايه اه زي الفل يبقى كده كفتة الجنباري عملناها على البلانشة لها طريقة تانية بتتعامل في المفرامة بنعملها ازاي في المفرامة هقولك بص معايا كده الاول هناخد قطعة اهو عجانة الجنباري مع الفليه وهنزبطها على شكل دايرة بالشكل ده كده سهل اوي بنبلئ دينا مية ونبدأ ان ايه ندورها بالشكل ده كده اهي على الجرل برضه هتاخد لون حلو نقلبها طيب نعملها في المفرامة ازاي اشف رضا هقولك بقى طبعا اللي معنا دي سيبيا وجنباري وحاجات حلوة ان شاء الله طرق جميلة هتنزل اشتركوا معنا كده اعملوا متابعة عشان الحلو لسه ايه لسه قادم في المفرامة بنجيب الجنباري بتاعنا مع شوية روس سيبيا متنظفين كويس او شوية كلماري شوية فليه اي نوع فليه عند حضراتكم المهم تخلوا الجنباري اكتر يعني لو نص كيلو شايفين اهو استوت معي لو نص كيلو جنباري هنحط عليه ربع كيلو روس سيبيا او ربع كيلو فليه سواء اشربايات او ار او ناجل او بولتي او باس اللي موجود عند حضراتكم من الفليه حط مع كل نص كيلو جنباري ربع كيلو ايه فليه او ربع كيلو روس سيبيا او سيبيا سهلة كده ونفرم كل ده في المفرامة وبعد كده طبعا معهم البصل ومعهم الخضرة ومعها التوم كل ده كله مع بعضه هنضيفه ونفرمه في المفرامة تطلع زي الفل وبعد ما تطلع نديلها بقى ايه التدبيلة والبهارات واللمون وبعد كده نربطها بالدقيق ونصبع ونقلي او نشوي او نعملها على الفح وطبعا لو بتتعامل في صلصة يبقى نعملها ايه كور صغيرة كده نقليها وبعد كده نعمل لها التغديعة ونسقطها فيها ونحط لها الشهة الخضرة مع هتة زبدة بسيطة كده وندخلها الفرن بتطلع كفتة بالصلصة اما اللي قدام حضراتكم دي اتعاملت على طريقتين طريقة الاولى صوابع والتانية كبيبة او كبيبة الله اللهم صلى عليك يا نبي يلا قولولي رأيكم في التعليقات منتظر والله في ليه وسيبيا وجنبري اللايك يا جماعة ما تنسوش واستنوا الجديد دايما من حبيبكم في الله الشيف رضا شعبان فودا طريقة كفتة السمك ان شاء الله هتنزل قريب انتظروها كفتة الايه السمك قريبا بإذن الله شوفكم على خير والسلام عليكم شكرا